بعد قطع مسافة خمسين كيلومتراً التحق عبد الرحيم باكراً بأمثاله من الأساتذة حامل الشهادات العليا للمشاركة في هذه المسيرة الاحتجاجية ضد أوضاعهم المتظهرة على حد قبله وتنديد ما يصفونه صمتاً حكومياً حوال مطالبهم اليوم نقوم بمسيرة الحفات للتعبير عن الوضع المترض الذي أهل إليه أستاذ في المغرب الذي استهدف في محاولة لتحطيمه وللليل من المكانة التي يحظى بها على مرمى حجر من مكتب وزير التعليم بدأ الاحتجاج وتردد الشعارات الداعية إلى فتح حوار لإيجاد حل عادل ومنصف يمكن الأساتذة حامل الشهادات العليا من حقهم في الترقية والتدرج في الوظيفة حسب المستوى التعليمي أسوة بمن سبقوهم قبل العام 2003 زمن صدور نظام يلغي الترقية بالشهادات مطلبنا اليوم في هذه المسيرة وفي هذه الإضراب الوطني المفتوح هو الحق في الترقية وتغير الإطار هذا حق ظل مكفولاً في قطاع التعليم منذ أن وجد قطاع التعليم في المغرب منذ عقود لحظة الاستعداد لانتلاق نسيرة الحفات هذه حاصرتها قوات الأمن لمنع المحتجين من التوجه نحو البرلمان لكن دون جدوى إذ تمكنوا من اختراق الحصار الذي ضرب عليهم حاملين أحذيتهم فوق أكتافهم غير آبهين بما قد يحدث من تطورات هذا الميل في الواقع اللي هو مطروح اليوم هو ليس وليد اليوم من 2015 لم تعد نصوص القانونية جاربة العمل تسمح بترقية كل حامل الشهادات ما يمكنش قطاع التربية الوطنية أنه فقط يعني يوضف أو يرقي بدون شرط الشرط الواحد اللي هو مطلوب هو تكون ملاء أماما بين التخصص وما بين ابتبات الحاجيات الفعلية دي القطع هنا قبلة البرلمان تحلق المحتجون في تحدي لكل إجراء أمني حسب قولهم رافعين شعارات تنذر بما وصفوه يوما أسوأ قد يأتي إذا ما واصلت الحكومة صمتها عن قضيتهم في حال استمرار الجهات الوصية عن قطاع التعليم في تجاهل مطالب حامل الشهادات العليا فإن المرحلة المقبلة حسب الجهات النقابية ستشهد احتجاجات غير مسبوقة مرفوقة باعتصامات مفتوحة عبد الحيل بقالي الحرة الرباط وينضم إلينا من الرباط طارق حنين المسؤول الإعلامي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم مرحبا بك معنا في نشرة التاسعة بداية احتجاجات الأساتذة ومصيرة الحفات كما أطلق عليها هل ستشكل ضغط على حكومة العثماني لسيما ناحا في وسط العام الدراسي أولا تنشر قناة الحرة على الاستضافة ثانيا ندين كجامعة وطنية الموظفي التعليم تدخل أمني التي تعرضت له المسيرة السلمية لأساتذة حاملة شهادات العليا تحدثت اليوم تدخل الذي أدى إلى إصابة أربعة أساتذة وحدثت تدخل سابق يوم أربعة أربعة دوجنبير بخصوص الجواب ديالك هل المسيرة أو الاحتجاجات ديالأساتذة حاملة شهادات بأنها ستؤثر سأقول لك أستاذة بأن الجامعة قامت بمراسلة وزارة التربية الوطنية في العديد من المرات أول مراسلة نعتقد بأن رأسناها كجامعة وطنية الموظفي التعليم في الموضوع الوزير التربية الوطنية هي أبريل 2016 يعني بعد انتهاء آخر فوج ديالأس 2015 رأسنا الوزير وقلنا قبل أن تعمل احتجاجات وقبل أن تأتي المسيرات والنضالات قلنا تعالوا لنتحاور لنجد حلا استشرافيا حلا قبليا ليس حلا بعد الاحتجاجات لكن الوزارة استمرت في الصمت الأساتذة قاموا بوقفات يوم الأحد أيام العطل لكن لا مجيب وزارة التربية الوطنية خصوص الوزير الحالي قامت الجامعة بالعديد من المرسلات آخر المرسلات في الموضوع ديالترقية بالشهادة كانت مرسلة في يوليوز من بعدها كانت مرسلة في بداية شتنبر مرسلة بخصوص الأساتذة الذين فرض عليهم تعقود ومراسلة بخصوص فتح الحوار القطاعي لحل حالة جميع الملفات ومن بين الملفات المطروحة في ساحة بقوة ملف حامل الشهادات إلا أن الوزارة والوزير الحالي لم يقم حتى كباقي الوزارة لماذا هذا الصمت ولماذا هذا التجاهل حتى في حالات سابقة رفضت حكومة العثماني تفاوض وتمسكت بموقفها هل برأيك ستتابع هذا نفس المنهج في التعامل مع المحتجين هذا السؤال يجب أن يوجه إلى الحكومة ليس إلى النقابة نحن في نقابة سنقوم بواجبنا النضال إذا تعطر الحوار إذا لم تستجيب الحكومة ووزارة التربية للملفات الترقية بالشهادات سنقوم بالمزيد من النضال وبالمزيد من النضال كيف يعني لو تفصل لنا في حالة عدم تجاوب السلطات معكم كيف ستتصرفون سنقوم بواجبنا النضال كيف يعني مثلا التصعيد ستواصلون الإضراب أم ماذا سيتواصل الإضراب الأساتذة حامل الشهادة عازمون على المواصلة إلى حين تحقيق مطلبهم حتى الإرادة السياسية لدى وزارة التربية وطنية ولدى وزارة التربية وطنية غير متوفرة لحالة الملف حيث بأن آخر لقاء الذي جمع الوزارة بالنقابات التعليمية أقرأ الوزير تراجع عن ما أعطاه في اتفاق دي الخمسة وعشرين فبراير بحيث أن اتفاق خمسة وعشرين فبراير الذي رفضناه كنقابات ونعيدها رفضناه كنقابات لماذا؟ خاصة في ملف دي الحامل للشهادات رفضناه بداعي الخاصة رغم بأننا كنقابات تعليمية موقفنا من حامل الشهادات أو مطلبنا الأساسي في هذا الملف هو ترقية جميع حامل الشهادات أسوة بزملاء سابقين بدون قيد أو شر وبأثر الرجع إداري ومالي لكن رغم ذلك تراجعنا وقلنا بأن اتفاق بأن ما أتت به الحكومة ووزارة التربية وطنية خمسة وعشرين فبراير بأنه قابل للتجويد وقابل للمناقشة نضعه كأرضية نناقش ونأتي بخطوات إلى العمام لكن في اللقاء الأخير أرادت الوزارة أن تعيدنا إلى الوراء وهذا غير مقبول نعم بحيث بأن بأن المتحدث بإسم الوزارة يعاد وصلت فكرة القصد أشكرك دهماً الوقت أعذرني على المقاطعة كنت معنا من الرباط طارق حنين المسؤول الإعلامي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم